سلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من ادواري الشطرنجية اللي بلعبها في نادي الروباط كتدريب عشان هنبدأ الدوري الممتاز به لعبت مع نور اسلام صديقنا من الاسماعيلية ومعروف طبعا على جروب مجموعة الشطرنج الذهبي لعيب قوي صمدنا كثيرا قصاد بعض الى ان ما تيجو نشوف اي فور دي سيكس انا بلعب بالقطع البيضة هو بلعب بالقطع السوداء اي فور دي سيكس ولعب بيرك ديفنس اي جي سيكس بيشب اي اه طبعا مشهور قوي هنا بدل بيشب اي تو اه في حاجة اسمها كنت بفكر اللعبه في المطش ده لكن للأسف انا اه مش محضره كويس وخايف اخش في افكار يلعب سي فايف ويدرب السنتر وعنده كونتر برضو على فكرة لو بلعبه كويس او بلعبه قدامه كويس فانا قلت لهالحب لاين بوزيشنل لاين موقفي ما فيهوش اضعافات كتير وحاول ان انا يعني بتاعي او الموقفي بتاعي احاول ان انا ايه اه اتماسك في الجيم لعب جي سيكس بيشب اي تو بيشب جي سيفن بيشب اي ثري بيشب اي تو الاول عشان ما ينطليش ويطلب الفيل نقلة حلوة عايز يلعب بي خمسة ويطرد هذا الحصان وبعدين يأكل البدء ده يعني لو انا استهبلت ولعبته حصان كده مسلا اولا هو عنده نطاط هنا عنده بي خمسة على طول لو سمحت امشي واخد ده اه حاولت امنحها ما بتتمنعش ممكن يزق تاني اي فايف والجيم يبقى ده متقل علي او الشكل ده ما بحبش هلعبه اه وعلى هذه السي سيكس لعبت اي فور امنعه من انه يكسباند او يتمدد على جناح ال اه وزير كوين اي فايف تهديد واضح الرجل عايز حصان في بيدأ انا مربوط عادت افكر كوين دي تو ولا بي شب دي تو كوين دي تو لقيت ان هو ممكن يلعب بي خمسة على حس ربطة الرخ فاقلت بلاش لكن طلع عليها تاكتيكال شوت حلوة اوي الا وهي بيدأ ببلاش بي فور لو اكله بيتبهدل باكل بيدأ في بيدأ لو اكل بيدأ في بيدأ تاني بياخد اي فايف جامد اوي اكل بيدأ في بيدأ بيدأ في بيدأ وينط هنا بطلبه بيمشي باكل تاني جامد بيجي بكيش بنزل تفوق اتنين انا انا حلو اوي في الشكل ده ناهيك عن الافكار بتاع تفيل هنا وتطلب الرخ وضع مش حلو للسود خالص لكن برضو علشان ما لقبتش الشكل الواحد بيتعلم مع التحليل انا ما لقبتش الشكل ده قبل كده فمش عارف فلقبت بي شب دي تو طبعا لو انت دخلت هنا مثلا عايز تسخف على البدأ ده عن الات قوية جدا نايت دي فايف جامدة نايت بي فايف جامدة برضو كنت شايف نايت بي فايف في الجيم يعني محدش عامل كده في نفسه من الاخر محدش هيعرب نفسه للبهدالة دي فبعد ما لعب كده ولاقات بي شب دي تو امراجع كوينسي سيفن وانا لعبت اتش ثري ليه اتش ثري عشان عايز اطلعب الحصان وبصراحة انا بلعب ضد الفيل ده مش عايز الفيل ده يجي هنا ويكسر الحصان ويعمل حاجات من دي انا مش عايز الفيل ده يلعب فاتش ثري نقلة جميلة كمبيوتر مش معترض عليها تماما بالعكس ده هو مرشحها بيستموف على الانجين اتش ثري لو انت اه حطيت الموقف على الانجين بيستموف على الانج اتش ثري سعب بتبقى التانية وبعد تطلع الاولى يعني هاد الوقت الاولى كمان شواجب نايت اف سري الاول وهكزا لكن انا بلعب اتش ثري نقلة ممتازة وهو لعب نايت بي دي سيفن انا لعبت الحصان بقى خلاص ما عادش فيه ربط هو بيت وانا بيت ضرب السنتر بيدق في بيدق اكل بالبيدق ودلوقتي الراجل الطيب عايز ييجي بالحصان ده هنا ويضغط بقطعتين على هذا البيدق وعليها لازم ادفع كده يبقى الفكرة بتاعتي عموما مش حلوة لازم العب بش بي سري دلوقتي امنعه من النقطة بالحصان وده اللي حصل في الجيم اه لعب رخ في وشي وهنا كوين سي وان نقلة جامدة عشان ناوي اكسر الفيل الرخم ومشيت من وش الرخ لعب نايت اف ايت نقلة ممتازة ولحد الشكل ده احنا في النقلة الكامل دلوقتي احنا في النقلة الاربعتاشر الشكل ده تلعب بين الفين ربعميات والفين تلتميات يعني شكل محترم جدا جدا يعني وهنا بقى الدنيا بدأت تختلف اه اوقف الفيديو وفكر انا لعبت ايه بس متجيبش النقلة لوحدها لازم تعرف البعد بتاع النقلة ملعوبة ليه وليه هي احسن بست موف على الانجين يعني هي اللي هي البست موف على الانجين برامة وقفت ما تنساش تعمل لايك للفيديو ما تنساش تشترك في القناة لو انت اول مرة تشوفنا وان شاء الله تستفيد من القناة كثيرا النقلة هي روك دي وان ايه يا عم ده دي اسهل نقلة في الموقف الحقيقة هي مش اسهل نقلة في الموقف اوي النقلة المنطقية ان انا شايف انه ما بينزلش في سبعة وما بينزلش في تمانية وان انا كمل خطتي بان احط الفيل هنا وخلاص اي المشكلة يعني قالك لا انت لما تحط الفيل هنا يطلع بالحصان دلوقتي والحصان رايح الدي فور وهيعمل لك مشاكل يعمل لي مشاكل لايه من هاكل ياكل واجيب الرخ في وشه ينوت نايت دي فور الحصان ده يا جماعة بدا موصل هنا موقفك زي الزفت يعني بص بالكمبيوتر مديله تفوق واحد او تسعة من عشرة بقى واحد دلوقتي بالبناقات مين ده تفوق جامد انت شايف تلعب الحصان ده رخم لو اكلت حصان في حصان اكل بالبيدأ وضعك بقى وحش اول بيدأ ده وقع اصلا لو سبت ياكل الفيل وحش لو مشيت بالفيل ياكل حصان في حصان ويعيوجلك البيادق شكل مش حلو كموتر مدي بيست موف روخ دي تلاتة طبعا يعني ان انا نلعب الشكل ده لأ طب هو يا جماعة هل النقل اللي انا لعبتها روك دي وان منعت دي قالك اه منعتها يا معلم عشان دي عليها بيشب سي فور انا عايز اكثر الحصان ده طب برضو يروح لا مايروحش يا معلم هنا بقى ده بيدأ زيادة تاكل حصان في حصان ياكل تاكل بيدأ ما عدش فاقة في اي حوارات اذا روك دي وان دي بيست موف لكن مهمة جدا اللي جابها وخلاص كأنها نقلة طبيعية او ناتشرال لا انما اللي جابها عشان عارف فكرة ان الحصان ده ما ينطش في الدي فور هو ده اللعب كويس ولعب شاطر اه وفاهم اللاين ده كويس بعد النقلة دي هو لعب بيشب اي سيكس وهنا احنا خرجنا من الافتتاح يعني لو انت بيتبصيت مش هتلاقي موتشاط بقى اتلاعب فيها بيشب دي سيكس دي خالص بيشب اي سيكس دي خالص هنا لعبت رخ فرخ الاول ياكل بالرخ وبعدين من روح تكسرت الفيلة ما كانتش احسن حاجة تكسير الفيلة للصراحة كان لاحسن منها ان انا الفيل ده حتى لان مش عامل لي اي مشكلة علشان مقفول عليه بالبدأ بتاعه ومش عامل اي ضرر والحصان ده ما بيجيش دلوقتي في المربع ده لو هو حاول يمشي بفيله هنا ولا حاجة وييجي انا اللي بطلع بالفيل امنع الحصان انه ييجي لو جيه هكسره لو سمعين البقى الجائل ادعوله وادعولي عشان العملية كده الحمد لله يعني المفروض كنت العب ايه هنا لو انا عايز افايت فور اوين او العب على ماكسب العب اي فايف امنع الوزير انه يطلع تاني هنا واضغط على البيدئ الرخم ده لو عمل كده افكار زي اه يا لهوي بيشب بيسيكس على طول جامدة جدا فهو الحل انه يعمل كده مسلا او يعمل اتنين كده ودي او دي باكل بيدا في بيدا ياكل وعندي بقى رخ اي ستة اضغط عندي بيه فور الكمبيوتور مرشحة از نقلها صعبة نقلها صعبة فعلا لكن اه عليها نقل جامد لو لعب كده مسلا اه عندك بتنزل سبعة لو ملعبش حاجة خالص انت عندك رخ ستة بتضغط وبعدين كوين واخد بالك ان وضع مش حلو لو هو لعب مسلا اللاين ده نايت اتش فايف عايز يجي بحصانه هنا بس ارجع بالفيل بيخش بحصانه بتضغط على البيدئ البيدئ بيتزق بتنزل تاني بيمشي بتجيب وزيرك احتلت الفايل المفتوح قصدنا هو محتل الفايل التاني لو لعب نقلة مسلا زي دي بتاكل بتاكل وبعدين بتقول له لو سمحت هات الوزير الوزير بيمشي بتنط بالحصان عايز البيدئ انت اللي يعني مطش كله بتاعك تفوق واحد ونص لكن للأسف انا ما جبتش النقلة دي ولعبت النقلة الابسط الا وهي لا نرجع من هنا ايوا الا وهي بيشب هنا لان الفكرة دي مسيطرة على دماغي فاللي مسطر على دماغي فكرة للأسف ما بعفش يتخلص منها بسهولة يعني هو لعب نايت اتش فايف نقلة منطقية عايزية بالمربع هنا وانا كسرت الفيل اللي مدايقني ده ولعبت كوين اي ثري نقلة حلوة ضغط عالبيدئ ام لعب اي خمسة معادش فيه ضغط يا معلم ماشي كمبيوتر هنا مديني كوين هنا اضغط عالبيدئ ده ايه لعب اف ستة بصراحة ما عجبتنيش قوي يعني ان هو يلعب كده هرجع تاني زي الاول مش شايف حاجة معينة يعني فانا بصراحة بعد النقلة دي وهو لعب كده جبت الرخ في وش الرخ وام مكسر وبعين دخل بحصان ورجعت بالفيل في الاف واحد على فكرة لو بصيت على الانجن كل النقلاتي لنقلة اولى لنقلة تانية لنقلة تالتة لكن الحمد لله ما عملتش بالاندارات في الجيم ده خالص ودي حاجة يعني انا سعيد جدا بها طلب الحصان طلعت بالحصان طلب البيدق حميتي البيدق لعب اف ستة ودي كانت اول نقلة انا شايفها مش حلوة قوي هو بعد الجيم قالي ان انا لعبتها علشان احمل بيدق ده وحاول ان انا اتحرك بالوزير بعيدا عن حماية البيدق رجعت انا متضايق من حصان ده حصان ده رخي ممضايقني هو رياحني منه بسهولة لان بصراحة ما عندوش اوبشن تاني لو رجع هنا مسلا المربع ده بقى كان بيرجع في الحصان فجي فور هتبقى جمدة جدا نكسب فيها بدأ بالعافية لو رجع باكل 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 ومعايا بدأ كامل حلو ولزيز مفيهوش مشاكل فنايت اي تو لازم تكسر يا معلم وبعدين رجع بفيله بيفضي مكان للحصان ييجي في المربعات دي وعليها انا شايف كمان ان انا عندي مربع حلو قوي هنا في السي فور ممكن احتله بالحصان والفيل فعلا بشب نايت دي تو كانت احسن نقل على الانجين وانا لعبتها لعب كده ولعبت بيشب سي فور عايز اكسر الحصان يبقى في القصاد حصان او حتى لو مشي الحمد لله عندي تاكتكال شوت او فكرة تاكتيكية لو هو نطب الحصان هنا عندي الزقة بتكسب الحصان او الوزير فهو نطب الحصان بس نطب الحصان هنا هوت في الاف خمسة في الاف اربعة كسرت الفيل وبقى عنده مربعات بيضة ضعيفة شوية الكمبيوتر مدي نص لله بيض وبعد كده لعبت نقلة وقائية جيدة جدا وعايز ازقق دلوقتي امشي الحصان ده لان لو زقيت على طول بياخد الحصان بياخد البيدق بكش لو زقيت على طول بيأكل بكش وبيمشي فانا لعبت كينج اتش تو وامضارب بي فور نقلة بي فايف نقلة انا شايفها قوية ليه قوية النقلة دي؟ علشان لو انا مش فاهم وكانت بيضة في بيضة بيضة في بيضة بقى هو احسن علشان عنده النقلات دي وفكرة بيضة سالك فلازم انت في الموقف دي ما تنهرش لازم تحجر فانا زقيت الاول لأ قبل ما زق لعبت سي تلاتة لو سمحت هات الوزير الوزير رجع في الدي ستة وبعد كده لو سمحت جي تلاتة امشي مشي هنا لأ مامشاش هنا رجع في ال اي ستة باصص على المربعات دي لو في اي لحظة انا زقيت ولا حاجة لا يختارق بقى الدنيا ولعبت هنا لا انا شايفت شايفها نقلة قوية والكمبيوتر مديها تاني احسن نقلة الا وهي وقف الفيديو وفكر ممكن تلعب ايه هنا هعتبر ان انت رجعت الكيش دي انا ما لعبتهاش الكمبيوتر مديها ومديها ايكوال انا لعبت كينج جي تو نقلة بسيطة انا عايز احرر الوزير ويبقى دايما الملك حامل بتاع الافتو نقلة جميلة ومنطقية لعب عايز يكسر وزراء وهنا انا قلت له لا انا مش عايز اكسر وزراء ليه؟ عشان لو كسرت وزراء حاسس معاه افضلية يا اما يكبرني اكل ياكل 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 وياخد البيدق لكن اللاين ده كان عليه لعبة حلوة اوي هوريهولك دلوقتي بيدق في بيدق بيدق في بيدق وبي فايف دلوقتي لازم دي لازم بتمبو لانك لو لعبتها من غير تمبو هيسلك البيدق لازم بتمبو على الحصان ياكل ياكل ويلف ياخد البيدق بالعافية انت كمان بمنتهى البساطة تلف كده ياكل تطلع تاخد البيدق والموقف اكوال اصفار فما حبيتش اعمل كده لانا قلت له لو سمحت انا مش هكسر وزراء ام جايب الملك باستموه على الانجين قل بالك مفيش ولا واحد فيه ده عن النقلة التلاتة وتلاتين دلوقتي عمل بلندر والعمل مصيبة الراجل بيلعبش نقل دقيق وانا بلعب نقل دقيق على الانجين مفيش اي مشكلة والموقف المصيبة هتحصل فين اهقولك قدامي هنا ايتش فور نقلة جميلة الحصان ده لو سمحت ما تجيش تتاكتف من هنا ورا تضغط على المربعات دي ولا اي حاجة ايتش فور تعان كسر لا مش هكسر واملاعب اف خمسة دي اول نقلة مش حلوة هو العبها اف خمسة انا شفت ان مالكه في السنتر وانا ممكن افتح دلوقت بيدق في بيدق بيدق في بيدق واجيب الحصان واضغط على البيدق ده وده اللي حصل في الجيم ده الجيم لكن التكملة دي مش عاجبة الكمبيوتر الكمبيوتر بيقول بعد دي ارمي نفسك في حضنه انا بصراحة ما اعجبتنيش علشان كنت خايف من زقات زي دي ويبقى عايز حصاني وانا حتى لو كانت بكش قلت يمشي اا ما عرفش بقى يدي له كش يمشي بس التكملة بتاعته الكمبيوتر قوية جدا كش يمشي واكل بيدق في بيدق وتسيب له الحصان قالك لا يمعلم مع حصانه متعلق بس اده حوار في حسابات جامدة قوي قوي يعني اا وبيدي تفوق للبيض في الاخر بس الحسابات جامدة بصراحة يعني انا شفت ان انا مش مش عارف ما كنتش حاجة اخش في حاجة معقدة زي دي ايه النقل الابسط واللي يحافظ على اقل على الشكل بتاعي النقل البسيط ده تلعب كده اكل اكل هيبقى عايز ده فكرت كمان لو اكل اكلت وجاه هنا انا برجع وانا اللي عندي اللعب حميت وعايز ادي كش واكل هنا لو اكل هنا باكل بيداق في بيداق اكل بالوزير ويبقى معايا بيداق سالك فالوضع هيبقى حلو بالنسبة لكمبيوتر مدي تفوق واحد لي على فكرة في الشكل ده لكن بعد النقل ده هو طلب تكسير من هنا وانا هربت على طول كش وهنا الكمبيوتر مدي تفوقات مش تفوقات كبيرة تفوق نص والبيست موف هي نقلة وحيدة في هذا الشكل نقلة وحيدة في هذا الشكل وقف وفكر وهو عا تكون نسيت تعمل لايك او تشترك في القناة وارجع لي هعتبر ان انت رجعت تغطي بالوزير وتسيب البدق ده اه وتسيب البدق ده هتاخده بعد يعني اكل كده بست موف تلعب النقلة الفضيع دي اكل تديني بقى كش وترجع حاجتك ويتبقى معجنة بس اشايف ان الله بيدا حسن بكلام اللي بناء ادمين مش بكلام الكمبيوتر اصلا انا حد يجيب النقلة دي ويسيب بيدق وبعدين اللي تجيب التفوق ليه انه يرمي البدق ده كده تكملات صعبة مش تكملات سهلة خالص هنا هو عمل بقى مشكلة اه صديقنا نورج عمل مشكلة والمشكلة على فكرة مش خطأ حسابات هو حاجة اسمها او النقطة العامية قال انا همشي كده لان هو طبعا لو مشي هنا بياخد مات في واحد لو مشي هنا ما بياخدش مات في واحد ولا حاجة بس بيخسر حسانه بياخد مات في تلاتة اهو كمان لو مشي هنا بيسيب حتته خالص بكش فهو ما فيش الا هنا لو هو عايز يهرب بس دي بقى فيها مصيبة تانية هو بيقول انا كنت شايفني هاقود البدء ده لكن مش شايف الكش دي للاسف وكش دي ديت انتفاق سبعة في الموقف طلع كيش اداني كيش لأ ما ادانيش كيش من هنا بتهيق لي اه اداني كيش من هنا لو مشيت هنا بياخد البيداء فلازم يمشي هنا الاول بيديني كيش هنا بقى بامسي بيرجع يضغط معايا تيمبو بقى كيش يمشي كيش وانسحب نور لكنه عمل جيم قوي جدا وصعب جدا هو هو في نقلة واحدة اه اتمنى تكونوا استمتعتوا بالجيم وعجبكم واشوفكم على خير في مواتش جديد من ادواري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة